ابعد عني الحاجات دي لانه مش هقدر عليها لكن هنقدر نحط كل هذه الاشياء في الغربال الفبركة الموسيئة افهم انه الاجتهاد الصحفي قد يدفع البعض انه يقول خبر ممكن يكون ضعف الاستقاء من المصدر ممكن يكون مصدر غير جاد ممكن يكون رغبة ممكن يكون اي هدف من الاجتماعي توابه للصفحة اه لكن هناك نوع من الفبركة الموسيئة الموسيئة في القيمة الموسيئة لاشخاص الموسيئة النادي هي دي المشكلة الحقيقة وزي ما قلنا الاسبوع اللي فات موسم الهاري ينبال له امارة تتفرجوا على الهاري الصحفي والكتير من النشر غير المسؤول لكن خطورته في الفبركة الموسيئة ده نموذج منها بالمناسبة المصر اليوم واخد من كام يوم خبر ده عنوانه الاهلي يعرض ناصر ماهر وعشرين مليون جنيه لضم ابراهيم عادل خدوا بالكم ده اتنشر وناصر ماهر وابراهيم عادل الاتنين موجودين مع المنتخب اليومبي في الدورة اليومبية في توكيو يعني الاتنين على قدم المساواة في الفريق واحد ناصر ماهر لعب كبير جدا بقدرات عالية جدا شفنا الاهلي لما اعاروا لسموحة واخد فرصة في سموحة مستوى بقى عامل ازاي؟ اهلوا للمنتخب اليومبي وارشح للمنتخب الاول ده ناصر ماهر ابراهيم عادل لعب بيراملز لعب موهوب لعب محترم جدا لعب وعد جدا وعد الى درجة كبيرة جدا لكن لما يوصل الامر ان انا الاقي النادي الاهلي يتقال انه عارض عشرين مليون جنيه عليهم ناصر ماهر عشان يضم لعب انا الحقيقة علشان ما اكتهدش بعدت العنوان ده لكابتن امير توفيق مسؤول التعاقدات في النادي الاهلي ده صحيح اللي مش ممكن غير صحيح بالمرة ولا يمكن ابدا قبوله بهذا الشكل على الاطلاق اذا المصدر الرسمي الحقيقي يقولك ان دي فبركة مسيئة مسيئة لناصر ماهر ومسيئة للنادي الاهلي هو عارف بيعمل اللي كتب الخبر ماشي عارف بس في النهاية انتوا شايفين انا ازاي بقلل من قيمة لاعب وقيمة نادي وقيمة فريق يعني استاذ ابراهيم هو مش عارف ان الكلام ده حيستفز الكابت الناصر ماهر وحيقلبه على الاضارة بتاعته لما يكتب هذا الخبر للعيب بقاله مدة مرشح للفريق المنتخب الاول مش النهاردة اي والمنتخب الاولمبي وله ولعب لعب في الدوري من اربع سنين اه او خمس سنين وهو عنده 17 سنة اه ولعب في كل المنتخبات هو بيستفزه وبيقلبه على ندي مش اكتر من كده اي اللي كتب الخبر ده لما تقرص صفحة المصر اليوم المصر اليوم اه هو مدرسة 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 الاساءة للنادي الاهلي من يومها الصفحة دي طلعة كده يعني طلعة للاساءة ويجي يقولك دفلان الاهلاوي عدو مجلس ادارة ومساهم فيها بقى مرت ايه بس عدو مجلس ادارة هناك يعني عدو مجلس ادارة هناك في المصري اه مش في النادي لا في المصري اه ومساهم اه هلا هو في ايه ازاي يكتب هذا الكلام و بعدين ده يخضنا النفس الشيء هو لما يكون اخبار متفابريكة اللقاء ياخد حقه ازاي واللعب ياخد حقه ازاي من مين متى طول مصدرك ايه يعني لابد ان يبقى لازم فيه بقى يبقى دارة جديدة في النادي الالي للبحث في الاسئات الاعلامية ومراحقة مرتكبية تروح للمجلس الاعلى الاعلام تقول لهم الصفحة دي بتعمل واحد اثنين تلاتة اربعة يقولوا لنا مصادرهم عشان نتأكد من جديتهم يبقى هم مصدر هذا الخبر